بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إنه إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مروة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخري عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبري أفرأيتم اللات والعزي ومنات الثالثة الأخري ألكم الذكر وله الأنثي تلك إذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جئهم من ربهم الهدي أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخري وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادن الأولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا